اشتركوا في القناة انا جمعية كانت مثل الناس ديال السوق ديال الجزرطية هات السوق هذا اللي عنده دلالة تاريخية ولكني ما تعطاز حقه هات السوق هذا اللي من اقدم الى ما نقولش اقدم الاسواق ولكني ما تعطاز حقه وكان عنده دور كبير في مقاوة الاستعمار يعني كان يعلق تصور ديالة مغفو الله محمد الخيميس رحمه الله وكيشدو الناس وكعاود يجدوه مهم ولكن تم الاهمال دياله ما نعرفش هلا سدب السوق في حاله متردية وعنده نزاعات وعنده مشاكيل وعنده ديون وعنده هاتش تركومات كثيرة كان تصلب سيدة الرئيسة ديالجماعة مشكورة بس تعاوننا حل يجاد حلول اشكاليات هذه المشاكيل وفي الحقيقة هي كتفهم ومكيش اللي غادي يقدر يتفهم المشاكيل ديال الاسواق في الدار بيضاء ولا في اي مدينة كتر من رؤساء الجماعة لأنهم ما اقرب ناس واقرب مسؤولين الى المستفيدين والمستخدين الاسواق هذا من جهة اتصلنا بعدة جهات بس نحلوا المشاكيل ديال الديون المتراكمة اللي كانت زادت على الناس بواحد صفة غير مقننة غير اللي في الجماعة وهذا كانوا جاوشي رؤساء قدام الله يسمح لهم وبدو كيجدوا على الناس ولو انه الناس هدو ما داخل عندهم الان قدر نقول لك انسان اللي كيصور مسكين عصر الدرام فى النهار هو هدا اسادي تقول لي انت مية درام فسار ويا ديزا هديك عصر الدرام فسار هديك غادي يعيش بها وما بالو كانت خلص مية درام خلص هديو متطلبات الحياة السوق ما مأهش السوق ما مهينو موالو شتار غيس القطراء يروينا هاد السوق هذا ما تطلطوا القيمة دياله بغينا حلول لهاد الشي بغينا حلول الديون بغينا حلول القرارات كين قرارت لكين تنازلت تنازلت عبر سنين هي تنازلت ما لقينا حلول لهاد الشي هذا خس الجامعة هي اللي يكون عندها فدها الحلول ابليك تمشي المدينة ولا شي حاجة ما عارفين شما الواقع ديال الاسوق الواقع يعرفوه رؤساء الجماعات هم اللي يقسكوا عندهم الحلول وكين الحلول إلا كانتنا العزيمة اركينا الحلول هدو هم المتطلبة ديالنا بينين لا نطلبه أكثر موسيقى 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 موسيقى